ايه اخر سن نقدر اعمل فيه تقويم؟ لا لو التقويم ملوش علاقة لو التقويم ما عنديش حاجة في العظم اقدر اعمل تقويم طول ما انا عندي اسنان وعظم سليم ان شاء اللي كنا عندي مية سنة يعني فيه ناس قررت بقى خلص بقى طالع على المعاش وعنده ستين سنة واسنانه حلوة بس فيها عوجاج وجايا عايز يعمل تجميل هو خلاص فاضي وريد ممكن يصلحها وممكن يقومها مدام عندي اسنان وعظم يستحملوا احنا نعمل التقويم نعمل تقويم في اي سن ملاوش سن اللي ليسن هو تعديل بس وضع العظم لكن غير كده هنقدر نعمل تقويم فيه وقت طيب ايه الحاجات اللي بتستخدم عموما في التقويم ويه الحديث منها طيب احنا عندنا لو قولنا حسب الحالة لو قولنا مثلا في حالات هتحتاج زي تعديل في العظم احنا كده في الحالة دي احنا yield نركب اجهزة الاجهزة بقى اللي هي لو انا عندي عظم زي لو انا عندي مثلا الفك نمو زي يبقى عايزة أعمل حاجة توقفه لو عندي نمو الفك أوليل يبقى محتاج حاجة تعمل اكسبانشن توسعه يبقى هنا فيه أجهزة طيب لو أنا هتعامل على الأسنان البريسز فيه فترة من الفترة كانت بعض الأطفال بتتدايق من شكل البريسز المعدنية فتعامل بريسز سيراميكس أو بريسز شفافة فبدأت تقلل من شكل أن الطفل مثلا عنده عشر سنين وحطت معدن معدن لا حطت حاجة شكلها ما ببنش بدأت دلوقتي لما بدأنا نعمل كده بدأت الأطفال تغير من بعض يقولك فيه أطفال سريمة يقولك أنا عايزة أعمل تقويم ويجيب بابا أنا أستاني فيها حاجة لأن صاحبه عامل وشكلها حال فإنك تلعب على نفسية الأطفال أن يتحببه في أن عملية التقويم ده علاج كان بالنسبة له حاجة قد وحاجة بتدايقه لأنه هو بدأ يتجن هو أنا عايزة أعمل التقويم ده موضة ده تريند جديد أنك بتدي الطفل العلاج بشكل شكل حال شكرا